مرحبا صديقاتي وعزيزاتي المتابعات اليوم أكلتنا هي الشوربة شوربة الحنطة مثل مشايفين جبت كيلو حنطة حبة كاملة بغسلة منيح طبعا مشان النشا وهالشوربة يمكن يستفيدوا منها جماعة اللي بيعملوا دايت والريجيم كمان مفيدة لون كتير بعد ما غسلتوا منيح بدي حطهم على النار طبعا أنا بحطوا بطنجرة الضغط شايفين الحد المحدد لنا على الطنجرة لازم نحط الماء مؤكتر مشان ما نقزي حالنا بغطي وبيدي اياي نسلق الحباية كتير منيح بستنى ما بدي عزبكن وطول القصة هلا هون خلاص نسلق معي هلا بتشوفوا الحبيات كيف صاروا مفتوحات كمان بدي اغسلهم كتير منيح بالمية الباردة حتى اتأكد انه ما بقيان فيه النشا أبدا أبدا للي بحافظوا على صحتهم ورشاقتهم بيفهموا علي بعد ما غسلته منيح بالمية الباردة انا بكون هلا حضرت اللبنات متل مو شايفين معي كيلو حنطة تقريبا أخذ معي 2 كيلو لبن ومعلقتين اكبار ملح أو حسب الرغبة وهلا بحركه كتير منيح ولا أسهل منه طبعا هالشوربة بس وقت السلق بتاخد وقت ولا هي ما بتاخد وقت أبدا بس لما دك تسلق الحنطة اذا كان بطنجرة الضغط ما بياخد وقت يعني انا طولت معي شي 3-4 ساعة يعني 45 دقيقة طبعا وبالطنجرة العادية رح تطول أكتر تقريبا شي ساعة ويمكن أكتر وهلا منحركه منيح متل مو شايفين بعد ما حطينا الملح كمان انتو اللبنات حسب الرغبة ناس بتحبه مريئة ناس بتحبه تقيلة هلا نحن هون انا جوزي بحبه تقيلة فبدي اجباري اساوية تقيلة متل ما بحبه هو بس انتو فيكن تزيدوا الميت متل ما بتحبوه ومتل ما كل واحد فينا بيرغب هلا رح أسكب منه ومتل مو شايفين أحضر هالزبدية وألف صحة وهنا على قلبكن وإن شاء الله يكون عجبكن الفيديو وعجبتكن شوربتنا السريع على الطيبة اللذيذة والصحية اليوم وشكرا كتير كتير على المتابعة وطبعا أنا بتمنى ما تنسوني بتعليقاتكن وألف شكر لكن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر